أعزائي من واصل دراستنا في هذه الحلقة عن قوة الصلاة صلاة بولوس الرسول من السجن هو كتب أربع رسائل من السجن أفسوس، فليبي، كولوسي وفليمون كولوسي وفليمون كتب صلوات لهم من السجن هذه الصلوات ما كانتش طلبات مادية بل كانت إعلان استثمار في حياة المؤمنين في أفسوس ما ننسى أن بولوس تعب في هذا البلد لمدة ثلاث سنين كان بجاهد وكان بيتكلم والله استخدمه بمعجزات وآيات خارقة جدا لكن هم بيتكلم على دخول عمق بعد روح أعمق في حياة الصلاة بيتكلم عن الاستعاب الروحي كيف ممكن أن نكون مستوعبين روحيا لما كتب قال سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم طبعا تجاه القدسين وهذا شيء مهم جدا لرسول بولوس ككنيسة كأولاد له بالإيمان أنه ما زالوا مستمرين بالإيمان وما زالوا مستمرين بالمحبة وهذه علامات صحية في كنيسة الرب اشتركوا في القناة